ولمزيد ينضم إلينا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة دكتور محمد يعني اليوم كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنشآت الرياضية ومرافق البنية الأساسية الرياضية وفق المعايير والمواصفات العالمية ما الذي يشمله التطوير الشامل لمجامع هيئة أستاذ قاهرة بالفعل يا خليم يمكن النهاردة كان اجتماع هام جدا بحضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي جمع الدكتور عاشة طفحة وزيرة الشباب والرياضة والدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتلمان الاقتصادية والدكتور محمد معيب وزير المالية أيضا اللواء أركان حرب أهاب الفوار رئيس الهيئة المندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاز لرئيس هيئة أشئون المالية للقوات المسلحة طبعا بحضور أيضا الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس النزارة وفخامة رئيس وجه بالفعل بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البناء الأساسية الموظومة الرياضية في مطر التبقى للمعايير والمواصفات العالمية وكمان وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة كمان بيؤهل مطر لامتلاف القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية والتي تستيح تنظيم تضافة خبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب خاصة مع تكامل معظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر مصر الآن بالفعل تمتلك واحدة من أكبر المنشآت الرياضية العالمية على مستوى الشرق الأوسط وفق وهي مدينة مصر الألعاب الدولية والتي موجودة على طريق العون السخنة بجوار العاصمة الإدارية طبعا مصر الآن أصبحت قبلة للأحداث والفعاليات الرياضية مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم تنظيما للبطولات الرياضية ده جاء وفقا لإمام فخامة السيد الرئيسة بالفتاح السيطي بالرياضة أمن بها وجعلها واحدة من أهم مقاومات الدولة الشاملة فكانت الانطلاق على جميع المستويات هيئة استاذ القهرة هتصبح هيئة اقتصادية هتدر دخل كبير جدا وهتساهم في دعم الاقتصاد الوطني مثلها مثل بقية المنشآت الرياضية كما نريد أن نوضح لأستاذ المشاهدين ما هي حجم المنشآت الرياضية الموجودة في مصر مصر أصبحت لديها بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى عدد كبير من الاستاذات الرياضية التي المؤهلة لتضاف أو مباريات عالمية أيضا عندنا عدد كبير من اقتصادات المغطاة المؤهلة بالفعل لإستضافة البطولات العالمية العدد من ألعاب الصلاة إذن أحنا أمام الآن تفرح رياضية كبرى وبنستكملها وفقا لتوجهات بخامة أستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا للضعابة والمعايير العالمية والتي ستؤهل مصر في المستقبل لإستضافة بطولة كالس العالم وأيضا دورة الألعاب الأولمبية إذا ما أتيح ذلك نعم بإذن الله دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب وريادة كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك